اشتركوا في القناة 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 بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي بهدفين دوناراد ايه المباراة كانت مصيرة جدا وفريق نهضة بركان بيتوج بلقبه الاول في البطولة بعد الفوز بالكونفيدرالية اول لقب ليه نهضة بركان في السوبر الافريكي بعد ما سجل هدف في الشوت الاول وهدف كمان في الشوت التاني قدام الوداد كانوا كافلين بانه يرفع الكاس الغالية دي لاول مرة في تريفه وطبعا عارفين سيطرة مصرية كبيرة على بطولة كاس السوبر الاهلي الاكثر تتويجا بثمان القاب ويا ليه الزمالك باربع بطولات في كاس السوبر الافريكي واللي بنتمنى ان شاء الله عودة الاندية المصرية للهيمنة مرة اخرى على البطولات بعد ما خرجنا الموسم اللي فات بدون اي بطولة افريقية بعد فصارت النادي الاهلي اللي نهاي دول الابطال قدام الوداد وخروج برمز قبل المباراة النهائية طبعا من بطولة الكونفدرالية نروح بقى للنادي الاهلي النادي الاهلي اللي يعني الفترة اللي فاتت فيه نشاط ملحوظ بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي هيبدأ ان شاء الله لأول مرة قيادة ميران النادي الاهلي بكرا ان شاء الله يوم الاثنين بداية فترة اعداد النادي الاهلي للموسم الجديد وكمان هيوصل المهاجم الجديد رونو سافيو القادم من الدوري البوليفي الحقيقة يعني نادي الأهلي لسه فيه كلام كمان عن صفقات جديدة ممكن نشوفها بعد ما أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي عن وجود يعني مفاوضات بين النادي الأهلي ولعيب كولومبي جديد بيلعب كجناح وكصانع ألعاب زي بردو برونو سافيو المهاجم البرازيلي اللي خلاص انضموا وانبارح كان بيودع جماهير ناديه والحقيقة كان معموله احتفالية كده قدام النادي كل جماهير أو مجموعة كبيرة من جماهير الفريق البنزويلي كانت موجودة البوليفي عفوا كانت موجودة لتوديع اللاعب والحقيقة رئيس النادي تكلم كلام مهم جدا خلينا نقف عنده شوية يقول ان هو تكلم مع اللعيب وصله عرض من النادي الأهلي بقيمة مليون ونصف مليون دولار لضمه واتكلم مع اللاعب كان بيرغب في ان هو يستمر مع الفريق لكن المهاجم البرازيلي التشيرت بتاعه موجود قدامنا ده دنبارح كانت مباراة وزميل لي بعد ما سجل هدف رفع التشيرت بتاعه كتقديرا للفترة اللي اضوها مع الفريق قبل رحيله للنادي الأهلي ايا سافيو تكلم مع رئيس النادي وقال له لا انا محتاج ان انا اخوض تجربة جديدة وان انا اكون موجود في كاس العلم للأندية راجل بيستهدف اللعب في كاس العلم للأندية مع النادي الأهلي واعتقد دي بشرة خير لكل جماهير النادي الأهلي بالصفقة الجديدة ان هو عنده طموحات كبيرة جدا مع النادي الأهلي رئيس النادي بقى كلامه كان يعني حاجة برضو يعني تقولك مكانة الدور المصري والكورة المصرية موجودة فين تكلم عن النادي الأهلي وقال انا سعيد ان لعبتنا بيجي لها عروض من أندية عالمية راجل بيوصف النادي الأهلي ان هو نادي علامي بصفته بيشارك شبه باستمرار في بطولة كاس العلم للأندية ومعاه تلت ميداليات برونزية راجل تكلم وقال انا مقدرش قدام حلم لعيب عندي وبتمنى له طبعا كل التوفيق في تجربته الجديدة مع النادي الأهلي كلام كمان على لعيب كولومبي ان النادي الأهلي بيفوض او عاطة لعيب الكولومبي بريرا في دائرة اهتماماته هو لعيب عنده 28 سنة بيلعب كصانع ألعاب وكجناح اللي قدامنا هون موقع ترانسفير ماركت قال ان فيه تكهنات باحتمالية انتقال اللاعب اللي قدامنا ده اللي قمت التسوقية التتخطى اللي 2 مليون يورو نشوف لسه كلام النادي الأهلي هنا ما اعلنش اي حاجة ولا اعلن حتى لحد دلوقتي بشكل رسمي عن صفقة سافيو المهاجم الجديد اللي ان شاء الله من المقرر ان يصل القاهرة بكرا ان شاء الله اللي 2 عشان يخضع للكشف الطبي ويتم تقديمه بشكل رسمي للإعلام ووسائل والجماهير وكمان يقابل المدير الفني الجديد كولر لأول مرة ويبتدي بقى التدريبات بعد النادي الأهلي اللي بيستعد ليه انطلاق الموسم الجديد من الدورة المصري وكمان بطولة كأس السوبر المحلي قدام الزمالك اللي هتكون ان شاء الله فابو ظبي فيه اكتوبر الممكن دي كانت اهم الاخبار اللي موجودة على موقعنا اليوم السابع ونشرة رياضية كان بيقدمها لكم احمد عصام ونشكر حضراتكم على المتابعة وننتقل ان شاء الله في تفتيات دي شكرا